امتى نقلق؟ لو ارتفعت درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام أو زيادة بدون الاستجابة للمخفضات أو بقى فيه أعراض تنفسية صعوبة تنفس شديدة اللي بتظهر في صورة زرقان سواء في الأخشي المخاطية في الفم في الجلد دليل على نقص الأكسجين ساعتها ده لازم أنا أروح المستشفى عشان يتم التعامل مع الأعراض الشديدة دي العوامل الخطورة أو اللي بتخلي فيه خطورة هو أنه يجي للأطفال حديثي الولادة أو المبتسرين أو الأطفال اللي عندهم عيوب خلقية أو عندهم نقص في الجهاز المناعي لأي سبب واللي زيهم بالضبط الكبار فوق 65 سنة اللي عندهم ضعف في الجهاز المناعي أو أمراض مزمنة دول محتاجين ناخد بالنا وإحنا بنتعامل معاهم لأنه مش لأنه المرض خطير لكن لوجود هذه العوامل قد يجعل المرض أكثر خطور طيب نعمل إيه؟ هو فيروس تنفسي ينتقل عن طريق الرداد فبالتالي الإجراءات الاحترازية اللي كنا بنستخدمها مع الكورونا وهي التطهير المستمر، غسل الإيد، ارتداء الكمامات في الأماكن، سيئات التهوية والمغلقة والمزدحمة الأكل عشان يرفع المناعة لأن الناس اللي منعتهم كويسة تقريبا بيعدوا بلا أعراض التهوية الجيدة ده اللي المفروض الأسرة المصرية تعمله طيب لما يبقى عندي طفل أو كبير عنده الأعراض ما فيش داعي ليه الأحضان والتقبيل اللي احنا بنعملها بشكل مستمر مع الأطفال هل يروح المدرسة؟ اللي عنده نفلوانزة وحضر ربيض حرامي يروحش المدرسة يعني ليه ده اللي بنسأل عليه العادي يعني ده التصرف الطبيعي يعني وهناك فارغ ما بين أننا عندي بارد فما مش هروح المدرسة وما بين أن الدولة تتخذ قرار بكده ما فيش دولة ولا منظمة صحية عالمية أو غير عالمية قالت أن الدول لازم تأخذ إجراءات منها تعطيل مصالح أو تعطيل دراسة بسبب هل نفلوانزة الأسبانية يعني فالموضوع فارغ كبير ما بين الحاجتين طيب علاجاته إيه؟ ما فيش علاج محدد ولكن هي الأدوية التي تتعامل مع الأعراض الكحة بناخد أدوية للكحة الحرارة بناخد مخافضات للحرارة السوائل الدفية والسوائل الكثيرة والتهوية الجيدة ما فيش لقاح وصحيح في أخبار متدولة أنه فيه لقاح بس زي ما قلت حقيق كده أنه هو من سنة 1956 وبينتشر بنفس الطريقة وفيه اتنين وواحد مع شهده ده سنويا ده على موقع سنويا بيروحوا من 56 لحد دلوقتي ما حدش فكر يعمل لقاح يعني ده معنى أن الموضوع مخطورة فموضوع أنه ما مش يعني إيه اللي خليهم النهاردة في عشرين 22 لأنه بدأ ينتشر أخبار كده وشركة مش عارف إيه وشركة إيه يعني ليه؟ ما هو من 56 موجود طيب ده بالإجمال هل هناك ما يدعو إلى القلق إطلاق؟ إلاح